على مر السنين شهد العراق العديد من محاولات تهريب المخدرات التي تبدو غير تقليدية وغريبة إلى حد يجعلها تبدو فكاهية في بعض الأحيان رغم خطورة الموقف مهرب المخدرات يدفن نناف ابتكار أساليب جديد لا تخطر على بال أحد في مسعى منهم للإفلات من قبضة الأمن ومع تشديد المراقبة الأمنية في المنافذ الحدودية والمعابر أصبح الابتكار جزءا من عملية التهريب وجديدها داخل علاب حليب الأطفال والتي تمكن جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على الفاعلين الحديثة لم تكن الأولى من نوعها من حيث الغرابة والخطورة في أن المعن بل سبق وأن ألقى جهاز الأمن الوطني على مهربين للمخدرات داخل أجساد المواشي مثل الماعز والجواميس أو من خلال صناديق الفواكه كوسيلة تهريب ثم يعاد أغلاقها بطريقة احترافية بحيث تبدو طبيعية من الخارج أو من خلال شاحنات ومعدات حيث يتم إخفاء المخدرات داخل الصناديق والأجهزة حتى في الهيكل الداخلي مما يصعب اكتشافها في نقاط التفتيش داخل الأجهزة الكهربائية أو بعض الأطائمة والأدوية وهل مجرة أسليبو توضح مدى إصرار المهربين على تطوير طرق جديدة للتملص من السلطات ما يرفع حجم التحدي الذي يواجهه العراق والمتمثل بأرقام ضخمة من المقبوض عليهم من تجار ومروجين ومتعاطين وصلت آخر أرقامهم إلى أكثر من سبعة آلاف مدان في 2023 توزعت بين سجن المؤبد وإعدام وأحكام أخرى